اشتركوا في القناة ونهاية هذا العالم وما فيها من الآيات الكونية والبراهين الشرعية على نهاية ذلك وهذا العالم وأنه دنيء وزائل وما عند الله تبارك وتعالى هو خير وهو الباقي لذلك هذه الدنيا ثانية وما عند الله خير ذكرنا في موضع أن الدجال يجلس في هذه الأرض فيفتن الناس عن دين الله تبارك وتعالى فقال في الحديث سمعتم قال فنؤوا عنه وفروا عنه حتى لا يفتن الناس يفتن الناس معه جنة ونار ويحيي بعض الموت وهم من الشياطين ويقول للأرض اخرجي كنوزك فتخرج وكذلك يجعل الأرض تنبت وكذلك السماء تنطر إلى ذلك الحين يجعل المؤمنون إلى بيت الله تعز وجل لذلك الدجال لا يدخل منطقتين وهي مكة وطيبة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك النبي وسلم أخذ العصى عليه الصلاة والسلام وضرب الأرقى هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة لا يدخلها الشيطان ولا يدخلها هذا الدجال ثم بعد ذلك ينزل الله تبارك وتعالى بعد خروج هذا الدجال وهو المسيح عيسى بن مريم بعدما ينشر هذا الدجال الفتنة بين الناس ويجعلهم يعبدونه من دون الله ويفسد في الأرض ويكون نزول عيسى عليه السلام عند المنارة الشرقية البيضاء في دمشق عند المسجد كما قيل الأموي وقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث ينزل عند المنارة البيضاء شرقي قال دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على جنحة الملكين إذا تأطى رأسه قطر قال وإذا رفع رأسه تحذر منه كاللؤلؤ والجمان قال فلا يحل لكافر يجد ريحه قال إلا مات قال وريحه مد بصره فمن يراه المسيح عيسى بن مريم إلى الناس إلا من مراه في هذا النظرات فإنه يموت ويذوب ويهلك قال ونفسه ينتهي عند طرفه أي عند نظره قال بعد ذلك يطلب الدجال حتى يدركه بباب لدن فيقتله ثم يأتيه وقد ساخ كلما يتقرب منه عيسى يريد أن يطعن قال إن لي طعنة لن أخطئها فإذا به قد ساخ وذاب هذا الدجال فيأتيه عيسى بن مريم فيضربه ضربة فيهلكه ثم يموت وتنقضي هذه الفتنة هذه الفتنة الذي ما من نبي إلا وقد حذر أمته من هذا الدجال في كل الأنبياء وكل الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحذرون أمتهم من هذا الدجال وجاء في الحديث والذي نفسي بيده لو شكننا أن ينزل فيكم بن مريم حكما عدلا فيكسروا الصليب قال ويقتلوا الخنزير وهذا كسروا الصليب فيه رد على باطل هؤلاء النصارى الذين عبدوا هذا الصليب من دون الله عز وجل وأيضا يقتلوا هذا الخنزير الذي كان الناس يأكلونه ويرونه حلالا وهو محرم عند الله عز وجل قال ويضع الحرب ولا تقبل الجزية إما إسلام وإما قتال قال وفي ظلمان قال حتى لا يقبله أحد قال حتى تكون السجدة في ذلك الوقت خير من الدنيا وما في المال يكثر مع ذلك الناس لا يريدون إلا طاعة الله تبارك وتعالى فاصلوا إخواني الكرام ونواصل فكونوا معهم حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ويكون نزول عيسى بن مريم عليه السلام على الطائفة المنصورة الباقية التي تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ولتكن مجتمعة معه على قتال هذا الدجال قد أقيمت الصلاة في ذلك الوقت ويتقدمهم المهدي فيصلي بهم فيقول يا عيسى وهو مهدي يقول لعيسى يا عيسى أنت روح الله تقدم وعليك السلام فيقول لا بعضكم على بعض أمراء تكرمة من الله على هذه الأمة فيصلي عيسى عليه السلام خلفه وهذا هي أيضا تكرمة لهذا المهدي عليه السلام وقد اذتمس العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى الحكم من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان من ذلك الرد على اليهود الذين قالوا أنهم قتلوا المسيحة أو المريم والله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلابوه ولكن شبها لهم وقالوا إن عيسى يعني وجد في الإنجيل أنه ذكر أن أفضل أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال عز وجل ومثلهم في الإنجيل أي أصحاب محمد قال الله عز وجل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ثم دع الله تبارك وتعالى يجعل هؤلاء منهم فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوتهم وجعله في آخر الزمان مجددا لأمر هذا الدين وإلى دعوة التوحيد ويحكم بشريعة الله عز وجل فكان يحكم بشرع الله تبارك وتعالى لا يأتي بشرع جديد بل يأخذ الأحكام من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل وينكر على النصارى ما هم عليه من الشرك ومن عبادة غير الله ومن الضلال ومن الغلو فجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام والله لا ينزلنا ابن مريم حكماً أعدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويكون حاكماً من حكام المسلمين ولذلك كان هذا وهو عيسى عليه السلام هو نبي وكذلك صحابي كيف صحابي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به مسجد الحرام المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء رأى ابن الخالة وهو عيسى ويحيى ابن زكريا فسلم عليه فالتقى به وآمن به ثم جاء من بعده ولذلك يلغز لذلك دائماً يقول من هو آخر وفاة الصحابة وهو عيسى بن مريم فهو صحابي وكذلك نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى أيضاً من المشاهد عيسى في حياته في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث والذي نفسي بيده قال ليه لن أي حتى سيحج ابن مريم بفج الروحاء وهي منطقة بين مكة والمدينة وهو موضع مقرب المدينة قال حاجاً أو معتمراً أو ليثني أنهم يعني حج وعمره وإما زمانه فيكون الزمان فيه رخاء ويكون فيه أمن وسلام وفيها من البركات الشيء الكثير فإن بركات ذلك الزمان كثير والأموال تفيض في زمانه حتى تأتي الفتنة الكبرى بعد ذلك العلامات وهي خروج منهم وهم يجوج ومأجوج هذه الفتنة التي تكون في عهد وزمني عيسى بن مريم حينما يلتج إلى الله تبارك وتعالى يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يصرف عنهم ذلك وهم في ذلك الجبل الطور ملتجئون خائفون من هذه المخلوقات التي تأكل البشر وتأكل الأخضر واليابس حتى يذهبون إلى بحر طبرية فيشربونه جميعاً لا شك أن نبي الله عيسى بن مريم يكون حاكماً عدلاً قصطاً يملأ هذه الدنيا عدلاً وخيراً ويجلس في هذه الدنيا سبع سنوات وجاء في حديث آخر أنه يجلس أربعين سنة قال أربعين سنة أي في حياته في الدنيا قبل أن يخرج الله أسأل جل وعز أي وفقنا وإياكم لطاعة ويجعل أعمالنا في رضاه وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه يا جميعي اشتركوا في القناة